من المنتظر الإعلان عن 15 فرصة استثمارية خلال تدشين أعمال منتدى الأحساء للاستثمار يوم غد وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور أحمد الشعبي أن الفرصة جاءت بناء على دراسة حديثة لغرفة الأحساء عملت مع أحد بيوت الاستشارات العالمية وبنيت على إحصاءات ودراسات كبيرة أجرتها الغرفة وبين أن هذه الدراسة ستساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمنطقة الأحساء سواء من داخل المملكة أو خارجها وحصرت عدة مجالات متنوعة بعدة قطاعات كالسياحة والزراعة والطاقة وغيرها